الفيديو بتاع النهاردة هو يعني درداشة كده انا جاي اتكلم معاكو شوية في مفاهيم ممكن تكون عند معظمنا ومفاهيم دي يعني هنتكلم فيها ويعني ندردش مع بعض كده في الفيديو ده لو جيت كده دخلت على اوليكس او دخلت على الفيس على الماركت بليس مثلا هتلاقي ان معظم الالات اللي بتتباع كمانجا يعني هتلاقي معظم الالات الموجودة كمانجات ايه السر في كده وليه الناس بعد ما بتشتري الكمانجا ليه بيرجعوا بيعوه المعظم بيبقى فاكر ان هو هيشتري الكمانجا وخلاص كده يعني بمجرد ما يحط ييده عليها هيبدأ يأزف والموضوع سهل بس يا الحقيقة ان الموضوع مش كده خالص يعني انت لو من كنتش جايب الكمانجا وانت فعلا حبيبها وعارف انت بتعمل ايه وعارف ان انت عايزها فعلا يبقى حسن لك ما تجيبهاش لان اللي هيحصل انك هتقض اسبوع اسبوعين شهر بالكتير وهتيق اسواها تباعها وده ليه ده لان هي مش مش ليك طالما انت مش حبيبها وطالما انت مش عايزها فعلا يبقى متجيبهاش لان هي قالة اولا مش سهلة ثانيا اي قالة في الدنيا واي حاجة عموما في الدنيا انت عشان تتعلمها مش هتتعلمها في يوم وليلة يعني انت مستحيل ان انت بتجيب الكمانجا خلاص انت بقيت بتعزف عليها وما تتخيلش ان الموضوع بسيط وان الموضوع سهل لو كان بسيط وسهل ما كانش بقى فيه ناس بتعمل فيه دكتراه فالموضوع مش بالسهولة اللي انت ما تخيلها فلازم تفكر كويس انا مش جاي احبطك ولا جاي اقول لك ان انت الكمانجا صعب عليك او ما تتعلمهاش لأ خالص انا بقول لك ان انت لازم تدرك الخطوة اللي انت دخل عليه ان ان انت عشان تتعلم كمانجا الموضوع مش سهل والموضوع محتاج منك تدريب كتير فلازم تدرك النقطة دي وفي حاجة مهمة برضو انت ممكن مش واخد بالك منها وهي انك يستحيل تتعلم لوحدك يعني يستحيل ان انت مثلا تتفرق كده على اليوتيوب وخلاص تتعلم مع نفسك انت في البداية لازم يكون حد معاك لازم يكون في حد متابعك مهما كنت بتتفرج على فيديوهات ومهما كنت متابع فيديوهات على اليوتيوب او ايا كانت الطريقة اللي انت بتستخدمها في ان انت تتعلم نفسك ده حلو مش وحش ولكن لازم حد يقول لك اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط لان وارد جدا تكون مجتهد زيادة عن اللزوم وقاعد بتتفرج على فيديوهات ومتابع بس انت بتتمرن غلط يعني وارد تكون بتنفذ الفيديو اللي انت شايفه ده غلط فاهم حاجة في البداية لازم حد يعني يشوفك كده ويقولك ازا كنت اللي بتعمله ده صح ولا غلط ومش بالضرورة الحد ده ان انت تروح له معهد او لا مش بالضرورة يعني ممكن تبعت لحد فيديو مثلا انت واسق في رأيه او حد مثلا هو بيلعب كمان جافت اسأله ده ممكن تعمل كده انا شخصيا لو عايز تبعاتلي الفيديو يعني تسألني عن رأيه ما عنديش مشكلة وبص انا مش هخدعك زي ما الفيديوهات مالية اليوتيوب الفيديوهات اللي هي بتاعت زي تلعب اغنية على الكامانجا وزي الكلام ده ماشي لطيف وجميل وكل حاجة وانت بتفرح ان انت بتلعب اغنية وتبقى مبسوط انا شخصيا اعلى فيديوهات جايب مشاهدات هي الفيديوهات اللي زي دي يعني انا في القناة عندي اعلى فيديو جايب مشاهدات هو الاغنية ان انت ازاي تعزف اغنية انا لحبيبي. ده جميل مش وحش بس ده انت كده ما تعلمتش حاجة. يعني بالزبط كده احنا الموسيقى هي لغة. احنا بنتعلم اللغة دي وبنتعلم ازاي ننتقها على الكمانج. مش بنتعلم كلمتين نقولهم خلاص. فكونك بتتعلم اغنية ان انت تلعبها وانت هنا على كده او حد يقول لك حط صعوبة على كده مثلا مي صلفة خلاص انت كده طلعت اغنية ماشي ده جميل وكل حاجة وهتبقى فرحان ومبسوط. بس انت كده ما تعلمتش حاجة. انت كده حفظت كلمتين وعملت رددهم وخلاص. انت كده ما تعلمتش اي حاجة. فاهتم دايما بان انت تتعلم اللغة نفسها. ان انت تتعلم موسيقى. ونصيحة مني ليك لو انت بتدرس في معهد او بتاخد مع مدرس. ومدرس ده لقيته نوع عمال يحفظك في اغاني وما بيفهمكش موسيقى اصيبه فورا. انت لازم تتعلم موسيقى ولازم تفهم انت بتعمل ايه. ايه الفكرة مش ان انت تلعب اغنية وخلاص. احنا مش بنتعلم الكمانجة عشان نازف اغنيتين تلاتة. احنا بنتعلم اللغة نفسها. والكمانجة هي وسيلة لنطق اللغة دي. لان ببساطة اللي هيحصل ايه? ان انت هتعد سنة سنتين تلاتة انت كل ده عملت احفظ في اغاني. طيب في اغاني جديدة ظهرت. مش هتعرف تعزفها لان انت مش فاهم اساسا ايه اللي بيحصل. طيب فرضا ان انت عايز تلعب اغاني يعني انت هتفضل سنتين تلاتة بتلعب في نفس الاغاني? انت عايز تلعب حاجات جديدة? هتعمل ايه? حل ان انت هتجيب النوتة بتاعتها مثلا. طيب ازاي وانت متعرفش طير النوت. فلازم تتعلم الموسيقى نفسها كلغة. ما تعتمدش على ان انت تلعب اغنيتين تلاتة وتبقى مبسوط بكده. هتقول لي طب انا عامل ايه دلوقتي? اقول لك ببساطة داو مع التمرين. يعني اهتم ان انت كده ايه تخلي في يومك جزء للتمرين. اه اقول نفرض نص ساعة ما بقولك شاعد بقى ست سبع ساعات والكلام ده. لأ. يعني اقعد نص ساعة بس حافظ عليها كل يوم. خليك كده كل يوم حاطت في يومك نص ساعة للتمرين. والتمرين دي مش اللي هي الاغاني يعني. التمرين دي زي التمرين اللي بيحطها على القناة مثلا او اللي المدارس بتاعك بيدها لك. او نوة عندك انت بتتمرن عليها. اقعد اعمل التمرين دي. وحتى لو الموضوع بقى بالنسبة لك سهل. برضو استمر في التمرين. يعني انت ممكن مثلا تبقى بتلعب سلم دو. في البداية انت بتلعب سلم دو او بتعمل تمرين للقوز. لقيته انه جي معك مرة ده مش معنى انك خلاص كده تمكنت منه شكرا وتشوف تمرين تاني. لا. افضل استمر عليه. افضل اعمل نفس التمرين وتكرره. لحد ما يعني خلاص يبقى الموضوع بالنسبة لك بقى يعني سهل جدا. وحط في دماغك دايما ان الغاية هي انك تتعلم اللغة نفسها. مش انك تهزف اغنيتين ثلاثة. دي ملحوظة لازم تحطها في دماغك ولازم يعني تبقى دي الغاية بتاعتك. ان انت تتعلم اللغة وان انت تتعلم الموسيقى في حد ذاتها. مش ان انت تتعلم تهزف اغنيتين. وده هياخدنا الاسئلة كتير. واشهرها اشهر السؤال بتسأله يعني من ساعة ما بدأت شغلك مدرب الكمان يعني. وهو انا ممكن اتعلم الكمانجة في قد ايه? السؤال ده انا بتسأله كل يوم يكي خمس ست مرات. انا ممكن اتعلم الكمانجة في قد ايه? وممكن اعزف بعد قد ايه? خليني كده اجمع لك اكتر اسئلة بتسألها وعملها لك في فيديو منفصل اللي هو هيبقى الجزء التاني من الفيديو ده يعني. فالفيديو ده الحد كده عشان ما اطولش عليك اكتر من كده عرف انك زهقت مني. بس يعني دي حاجات مهمة لازم تبقى حاططها في دماغك كده وانت بتتعلم كمان كم. واشوفكم الفيديو اللي جاي متنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زرور الجرس. مهم جدا موضوع الجرس ده عشان ما يفوتكش فيديو من الفيديوهات اللي جاي بإذن الله.